اشتركوا في القناة اشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط لان الحكومة معبئة لانجاح هذه المحطة لتمر في احسن الظروف والاجواء واكد بيتاس على حرس الحكومة على وفرة عرض الاضاحي وان تكون الاسعار في مستوى معقول كما اكد نفس المسؤول ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتجاوز هذا الارتباك من ضمنها تخصيص عشرة مليار درهم للعالم القروي والذي خصص جزء منه لاغاثة الماشية من خلال توفير الاعلاف المركبة زيادة عن الاجراءات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية المرتبطة بالاستيراد